تحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على الألمانية فرصة معكم برا وموضونا اليوم سيكون verb mit passen يعني الأفعال الناتجة عن إضافة البوادق للجذر passen مثل ما ترون في عنا على الشاشة an passen, zusammen passen, ver passen وأوف passen هنالأفعال رح نحكي عنه اليوم وهذا الفيديو رح نرفع العيار بالمستوى يعني كل شيء من البيع اينز وفوق يجب أن يستفيد من هذا الفيديو حتى إذا مستوى تقول اينز لأنه نضع قواعد كثير بهذا الفيديو رح أشرحه كثير فخليكم معي وخلينا نبدأ على السريع مع أول فعل اللي هو الجذر passen بس ما يشال نتأكد أنه الكل عرفانين أصل الفعل بالأول ومثل ما شايفين على الشاشة الولاد لابسين اتياب كبيرة عليهم و passen ترجمته هو الملائمة أو المطابقة فهون التياب كبيرة عليهم يعني معاقدهم مو من قياسهم فمنقول past nicht أو past mir nicht لما بكون عم بحكي عن نفسي هاي منعرفها بشكل عام بقياس التياب فلما بكون عند تياب مو على إياسي بدي أقصرون أديقون أزبطون عند الخياط أخلي الخياط يساوي ليهون على إياسي هذا الفعل هو unpassing هي المطابقة الملائمة ف der schneider اللي هو الخياط der schneider يعني القصاص ولكن مثل ما بنعرف حتى بالعربي قصاص خياط هو نفس المهنة past then antug an antug هون هي البدلة الرسمية فهدول بأغلب الأحيان لازم تأخدون عند الخياط مشان يأصر لك البنطلون يضيق لك محل الخسر وهيك شغلات مثلا هدول بجو إياسي standard شوي لازم تزبطون فتروح لعند الخياط وبتخليه سوي لك unpassing طبعا هذا الحكي كمان بمشي للفساطين وإذا مرش تريد فسطان جديد وكان شوي كبير أو كمان بده تعديل بشكل عام الفساطين نفس البدلات بده كمان تعديل فبنصحها أنا وبقله دو كنست داين نويس كلايد بايم شنايدا أنباسن لسن دو كنست داين نويس كلايد بايم شنايدا أنباسن لسن يعني تقدري تروح لعند الخياط وتخلي يعدلك الفسطان من هنا جاي اللسن واللي ما بيعرف يستعملوا لهذا الاسلوب عملنا فيديو كتير حلو عنه السنة الماضية رح حطه بالبطاقات اللي حابب يشوفه بعد هيك عنا كمان الاستعمال التاني لأنباسن وهون بقدر أنا استعمل أنباسن بأسلوبين قواعديين مختلفين وهون بلشنا نرفع العيار بالمستوى شوي فمتل ما شايفين هلأ هون أول طريقة هي اتفاس بالأكوزاتيف واتفاس بالداتيف أنباسن من دون شي بيناتن بجو هيك ورباب بالمثال هون دوزولست داينك ليدون ديم أنلس أنباسن أنلس هي المناسبة فدوزولست داينك ليدون يجب عليك أن تطابق أو أن تلبس شيء ملائم للمناسبة وهون الأسلوب متل ما شايفين احفظوا هدول الألوان داينة مكتوبة هون باللون الأصفر أكوزاتيف ديم أنلس داتيف هون نجي على المثال كمان تيغ أصن زيش إيغ أمجيبون أن تيغ أصن زيش إيغ أمجيبون أن يعني الحيوانات بنقدر نحكي بشكل عام عن مجموعة معينة متل هون الحيوانات بالألماني ما ضروري تحط أداة التعريف فهون بتجي من دون أداة التعريف حاف هيك إذن الحيوانات تتأقلم مع بيئتها أو أمجيبون هون ممكن تقول المحيط بيئة أو محيط فمتل ما نعرف الزواحف والنفرض تقدر تنزل وتعلي حرارة جسمة حسب هي بيئة محيط فهذا هون الأصب أنباسين هون التأقلم كمان الإنسان بتأقلم حسب المحيط وعننا كمان هذا المثال اللي هو بؤبؤ العين مثل ما منعرف بيكبر وبيصغر حسب كمية الضو الموجودة بمثال بالألماني بالألماني معناته دي وبيلا الاسلوب القواعد الثاني اللي رح نحكي عنه هو فقط إضافة أن بين الشغلتين بحكي عليهم أول أتفاس وتاني أتفاس يعني وحون متل ما شايفين أكوزاتيف و أكوزاتيف مرة تانية وبعدين الأنpassen بمثال اللي استعمل نامن شوي قلنا لازم تلبس شي ملاقم للمناسبة وحون بنا نحكي عن الجو يعني هون دو زولست داين كلايدون عم دس veta أن pass دو زولست داين كلايدون عم دس veta أن pass يعني يجب أن تلبس ملابس ملائمة للجو هون منقدر نقول دو زولست داين كلايدون داين veta أن pass نفس المعنى تماما ما في فرق أبدا هدول فقط أسلوبين ولكن لازم أنتبه عن و داس أكوزاتيف لما ما بحط أن بدي أحط ذاتيف لأن منعرف دائما لما يكون عندي نسبة أو عطف أو شي بدي نعطف على شي تاني مثل بهاي الحالة كلايدون veta بدي أن أن بشي لشي دائما سأستعمل لا يكون أكوزاتيف لا تخاف هناك مثال ومثال نحفظ مثل ما هو يعني جملة تفيد كل مغترب في ألمانيا أعتقد أن الشيء ليس لدي دائما كولتور أن سألت واجه صعوبة في التأقلم مع العرف الألماني أو الثقافة الألمانية هذا طبعا يواجه كل مغترب في ألمانيا في عالم تتأقلم على السريع في عالم ما تتأقلم لأسباب عديدة ولكن هذه الجملة سأستعمل بمحادثاتي مثلا وأبدأ حوار بكل سهولة وبعدين أحفظ كم مفردة قريبة عليها وهذا أبدأ أتعلم كمان أستعمل الفاتشات السبعي بعد هكذا لدينا في باسن وهذا ما سأطول عليه كثير لأن حكينا عنه منكمل فيديو بالفيديو الأفعال مع البادي أفير رحضو كمان بالبطاقات للي حابب يشوفو إش حابي دين تسوك فا باست يعني ضع علي القطار راح علي القطار تأخرت أنا وما لحقت القطار أو إذا أنا ونفرض بدي أبدل قطاري وقطاري تأخر أو لأي سبب أنا ما لحقت تاني قطار بدر أقول ضيعت القطار المتصل أنشلوس هون الوصلة تبعيتي يعني في عنا كمان هذا المثال ماريا شتند لنجا مشتاو وند حد إغنتامين فا باست ماريا شتند لنجا مشتاو وند حد إغنتامين فا باست يعني ماريا كان حاجزة موعد ونفرض دكتور أو شي تاني وهي عم بتسوق على الطريق كان في زحمة كتير شتاو وعلقيت بالزحمة فلهيك راح علي الموعد متل ما أنت ما راح نطول كتير عند هذا الفعل لأنه ما كان عنه بالفيديو السابق بعد هيك عنا أوف باسن وبأول معنى له هو معناته الانتباه وأول معنى طبعا الانتباه لجمع المعلومات بشكل عام فإذا عندي طالب علامات وسيئة بالمدرسة بقدر أقول له لازم تنتبه بالصف أكتر مثل هون دو موست مؤنتغشت بسع أوف باسن لازم تنتبه في الحصة أكتر المثال اللي بعده منشوف هاي الإشارة كتير على الأرض أوقات وطبعا أسهل طريقة لأنه أستعمل أوف باسن اللي هو لما بتصرخ لشخص باس أوف انتبه مثلا بحص أوف دو بودن استنص يعني انتبه الأرض مبللة وهي الإشارة واضحة يعني ممكن تتفشك أو تصحط وتوقع يعني لأن الأرض مبللة عنا كمان طبعا آخر معنا لأوف باسن اللي هو الانتباه للأطفال بشكل عام إنك تطبخ لهم أو الاعتناء بالأطفال فهون نعرف نحنا كتير وقات لما الأهل بكون ما عندهم وقات بحطوا الولاد عند الجدة فبمثالنا أوف هو الفعل أوف باسن بنفصل وكمان بياخد هنا البربوزيزيون أوف ويأتي بعده أكوزيتيف دي كندر وآخر واحد رح نحكي عنه اللي هو أكوزيزيين مع بعض العالم بتغير منه نياريت نحن كمان لدينا علاقة هكيك ولهوم نكون وصلنا نهاية الفيديو شكر استماعكم كثير إذا عجبكم هذا الفيديو أكيد سيعجبكم الفيديو المقترح على الشاشة أعطونا لايك أعطونا اشتراك وشاركوا الفيديو مع حدا ممكن يستفيد منه وتكونوا بألف خير